والان كلهم كلهم بس بيهناك يقول لك طبعا هؤلاء متشددون اشددنا في جنو قل لك ديل طبعا قالوا المرة تكون قاعدة في البيت ها الله قال لا قاعدة في البيت انحي قلنا لا نحنا ما قلنا نحنا انت خليك زور صادق وخليك زور الراجل قل كلام الله ده ما بينفع معاي ربنا قال لي وقرنا في بيوتكونا الليلة جماعة طلعوالها بسلا ريدة ولا بسلا فانيلا كط والشعر فاكي وواحدة بسبت الكورة بي ما عارف في جنو انا والله ماذا روصف واحدة بالشوت والكورع فوق واحدة اندار تجدع كده شغل طويلة واحدة جابالك كمان ولده بين الشواطين ما بعرف دي حضانة ولده فريق بتعكورة شغل ملولة وشغل معكسة هي ناقصة ناقصة بالله عليك الله لما وفريق فريقنا بتاع الرجال الرجال عمل شنو والله يا غايته جماعة القدام دي لما نحضر مباراة دي التعاري في الجوم قبضة لانه خديجة جرد الماشا وتباصل يا عاشا سفنجات وماشا لي ما عارف لكم وشغل طويلة والمعلق كمان بيعلق لغانا والله يمحيرين معلق ده وتنطلق وانفراد كامل بالقون انفراد كامل اسا ما بتخاف ما بتخجل انفراد كامل لسوسو سوسو بتاع شنو وده ياتو الراجل ياتو راجل اللي بيخلي بيتو تمشي تلعب كورة تمشي تلعب تشبه وترفع فيك راعة بس دي كان دار تقلب باكورت بيصوروها هنا صوح شغل دي ما طويلة وبهناك والله جت وحدين طبعا واحدة قالت انا كنت دار اعترف برة لكن ما دام فتحوا لنا هنا دارة العافلة هنا وانتي جوا هنا عملت حاجة عشان طبش برة وشو الله يغايتو دا الليلة البنادولة والعلمانين دا الناس خوازيك ناس عواليك ناس عاليك ناس شفاتة ما عندهم اي علاقة بالدين الهم الاكبر لهم يحاربوا الاخلاك ويحاربوا القيم ويحاربوا الدين ويفككوا الاسر دا هم العلمانين شا ما تضغشها يقول لك تجمع المهنيين ومسؤولين بمثلك اتبراك لانك ات ما عنده غيرة زي زي الخنزير الخنزير الحيوان الوحيدة لما عنده غيرة لكن اديك تعرف اديك ادي شفت ابو تاج دا لو لو خش ديك تاني على اجداداته جوا بتحصل معركة بتلقى الرشكم الشغ ما اشتغل عنده غيرة انت ابقى ابقى زي الخنزير اني حمال نمالك لحنا غايتو نسوان نزل الله يبناموت في داريبين والله اصو شفت مجاملة ما فيه اعراب لعب في نافي لكن التطلعة تلبسه شورت تلبسه مايو تلبسه ما عندنا معاك شغل دا دي ما انت قلت حرية خرضو خلينا مارس حريتنا ما قلت حرية نيحة برضو لانا مارس حريتنا دارينا لبس ندوكو لا تعرف ماشا لا تعرف واقفة لا تعرف عمود كهربا شغل بيكتم نفسه بيجو قبضة والله جد وده ما لقى واحد واحد من اخواننا الله يحفظه لقى لي واحد كده لقى لواحد بيضعا في الحجاب قام يا زول جاية هو لك طوال جاية هو البنات ذات ان جاية هنو وده الشغل اخت خليك زول عنده غيرة على عرضك فدي الدعوة دي الدعوة يا ناس دعوة التوحيد الناس والله يدعو لها وينشروا والسودان دا شفت زي ما بيقول اخونا محي الدين لو اي عامود بتاع كهربا قلعو وغزو داعي التوحيد نجيط ما زي بتاع انصار السنة ولا بتاع الجمعية وطبعا حق الهرة حق الله وين الهرة دي عندها حقاي لكن حق الله وين حق الله ما بيتكلم فيه وضيفنا اهلا بك انت بين اهلك اتا وضيفك تقوموا تحاربوا الشيرك دا شيرك منتشر يدعو لها اللي زيرك ويدعو لها الخنجر خنجر الخنجر قال الشيوق بنزل المطر اسا المطر الجاد في الحاج يوسف دي دفعتوا بياضة جماعة فيزول دفع بياض الحمد لله وتبل لك ايها الخنجر الحمد لله يا رب العالمين مطرنا بفضل الله ورحمته اشوف دا بعدين لو جاء كتاب واحد من اخواننا قال لف كتاب اخبار الحمق والمغفلين في البلد دي يسجل وكان هناك واحد الحمق يقال له الخنجر ادعى ان الشيوخ نزلوا المطر بالقروش وكان من نعمة الله عز وجل اذا نزلت الامطار حمد الله حمد الناس حمدوا الناس الله وسبوا الخنجر والله ايجاد بعدين اكتباه في التاريخ صير علامة النبلة المهم دا ما من النبلة لكن المهم من اخبار الحمق والمغفلين وغيرها قال وما اللقي يشرك به شيء دخل شنو النار التوحيد طريق الجنة والشرك طريق النار والشرك زي ما اقول لك اخوانا دل الشرك بيدعو له الليلة الصوفية الشرك بيدعو له الشيعة الالحاد بيدعو له الشيوعيين الشيوعيين الناس ماركس وانجلس ولينين وفرويد وغيرهم دل دعاة شرك ودعاة الحاد ودعاة باطل والان عندهم قنوات وعندهم اذاعات وعندهم صحف وصفحات في الفيسبوك والواتساب يسيء الى الاسلام ويطعنوا في الاسلام ويسبوا الاسلام فانت خليك جند من جنود الله عز وجل تدافي عن دين الله تبارك وتعالى والله يد فدي خلاصة الموضوع ان الناس تدعو للتوحيد وايا شفت بل زي ما قالوا اخوانا دار تمغي سيء حاقد على الاسلام اضرب الصوفية اضرب الصوفية لانهم كلهم في النهاية دي ما الكوبانية الكبيرة اللي بيقسم منه الشرك دي الكوبانية الكبيرة بتاعتهم بيوزع منها الشركات سموش في كوبانية تلقاها تلتمية وستين خط بيجاي مبدا وبيجاي زاقلون وبيجاي خورطاقات ديز التصوف ده الخازوة الكبير في البلد دي لمن تضربوا الجماعة بيتحت بكوركو العلماني بكورك الاخو المسلم بكورك البلاغاتي البلاغاتي العامل فيها داقي مقلب في الجماعة خلي الجامع بالله زي بيتها العزابة سراويل معلقة وحلل وكومش ومفاريق وكفاتير وبغادي هناك تشمرحت الكشنة يا ناس في شنو قل لك والله جماعة جو هنا جماعة ياتهم دين نص الله خلقنا والله رزقنا ابو لهب عارف المعلومة دي ابليس عارف المعلومة دي لكن ما بيدعو للتوحيد وحاقد على أهل التوحيد البلاغات حاقد على أهل التوحيد والله الذي لا لغيره شان كده معظم أهل البلاء حاقدين على التوحيد فانت ابقى من جنود من جنود التوحيد ودافع عن التوحيد ويتمسك بالتوحيد وعلم زوجتك وأولادك وبناتك في البيت وجيرانك وغير ما قال ربنا وأنذر عشرتك الأغرابين لكي تعبد الله تبارك وتعالى وحده لا بد أن تتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد من خلال كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة ويعلم الصبية الصغار يا غلام إني معلمك كلمات دا كان غلام صغير اللي الذي نحا محتاجين نقول ليه أكبر شيخ طريقة في البلد اللي لشيخ الطرق ما عندهم هم وما عندهم غاية إلا يعبد الناس لشيخهم ويعبد الخلق لغير الله تبارك وتعالى وزاي ما قال ليك أخونا علي الناس زيالة الأيام دي عندهم هجمة شرسة على الإسلام ويمضحوا التصوف بره وجوه وهنا يمضحوا ليك التصوف وما لا قاني علماني إلا لو تلقاه يمضح كتابة طبقات اتعارف طبقات وضيفة الله شراب المريسة فيه كرامة والله شراب المريسة كرامة أم شقرة ترجمة خليل الرومي دا قالوا عنده بيتشغالة معاو شردت جاء واحد قال له تشوف ليش شغلاني دي المهم قال له جيب لي برمات مريسة دا جاء باللو اتنين كمان قام أمك طق المريسة وقال له شيء للشجر وهاش شيء للياها وتاني في طبقات وضيفة الله فواحدين بيتكلموا مع الطير مساطيل عدير والله مصول ما بصدي وهكذا فالناس زيال بتلقاهم العلمانين بالذات يمضحوا طبقات وضيفة الله والتصوف كله في الغرب قالوا دا المنهج المعتدل لأنه عارفين التصوف أبعد المناهج عن المنهج الحق شان كده بيمدحوه وبيدعموه وبروجوا له وبيستضيفو ناس ويستقطبوه ما شفت اللي زاريك؟ لزاريك قال جلسنا مع الإدارة الأمريكية الصفة الأول الكونغرس الصفة الأول الأمن الغومي الصفة الأول وكنايس ومراكز بحسية قال في ورشة عنوان التطرف وغيره ما عارف شنوه المهم جاب ليهوا كلام كده وقال الورشة دي كلها خرجت أريدك أن الورشة نافعة ورشة كلها تمدح في الشرك قال وخرجنا أن التصوف هو الإسلام المعتدل والله التصوف هو ما عنده علاقة الإسلام نقول له شون يعني التصوف هو أنا بدك تعرف والله إذا أنا شايفه مناسب بزيق المصعامر التصوف هو اسم جامع لكل ما يحبه الشيطان ويرضاه من الأقوال والأعمال الإلحادية الشركية البدعية الظاهرة والباطنة ده تعريف جامع وتلقوا كده سفروق لا قارنب سفروق لا قارنب تعرفوا بس ده تتتصوف ما عنده علاقة ما يغشوك والعلمانيين الآن الآيام دي برضو بيطعنوا في الدين والله جاء البتل قالوا يتحرشوا بها دي قالوا السفارة الهولندية كرمتها الهولندية ده السفارة هم شاق المين بتعال بتعالتشيك سيلاك اللي كان في مدرمان وبيت المال قالوا كرمو عشان تعرف الناس دي حربهم على الدين وحربهم على الإسلام ونبشر أي علماني وأبشر أي شيوعي ونبشر أي حاقد على الإسلام الدين ده بينتصر والدعوة دي منتصرة أقرأ القرآن ده أقرأ القرآن ده من بدايته لا نهايته شوف في زول قدر يوقف دين الله ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة لل متقين إسلام ده منصور إنت ما تخاف على دين الله أي مسلم أي سلفي أي زول عنده غير على الإسلام ما تخاف على الإسلام خاف عن أن نسخ من الضلال ودافي عن الدين في أي مجتمع شيوعي شيعي صوفي لقيته طوالي لقيت لك صوفي لقيت صوفي بدعو للشرك قول ليه يا أسمع إنت قالوا عندكم شيخ متحكم في الكون الكلام ده باطل قول ليه عندكم شيخ قالوا جر الشمس والكلام ده باطل ورونه بالجر الشمس كيف الشمس هادية الصنازلة زي الشمس زي نازة صوفي جره ما بعرفوا جره كيف زي ودى الميران بتاع الهلالية داك عنده عصايا بعمل باكدة بيدعى الدراويش اتجدعوا بالله زي زي الصناديق الهناي الورق ده 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 سحر ده سحر وبني تحداهم كل مرة ما في ولا الليلة ولا قنبارح ولا غيره إنه الشي ده سحر أمش يقرأ قرآن أو أذن شغلته دبيت فيك وشياطين بطيره وبتعرفه النزول على باطل فالناس ذي اللي بنشره الشرك النبي عليه الصلاة والسلام والله في جملتين لا خاصة الموضوع ده كله قال من لقي الله لا يشرك به شي دخل الجنة ده الموحد نزول في الدنيا انعتر يا الله مش انعتر يا الفكيحة من الرمد ده واحد جديد وتاني قال يا ود كاركاب وقال يا منو ونو كده يا ود بشرق إن شاء الله ما عارف شنو واحد تاني به هناك يبدل عن حديد ويا ناسا ما في زول اسمه أبو هيسم ولا أبو طاري بس إلا شرق وقندول وفركة وبشملة ومعارف ايه يقول له اسمها عشان يخوه فيه انت زول مسلم واحد ما تخاف لك من صوفي بخاف له ومن دلقان وبخاف من دلقان تخاف منه انت زول زول عقيدته في غير الله إن قام يا المكاشف وإن قعد يا ود بدر وإرنباء مع العربية تنقلب يا رجال العلفون لا أسرع من التلفون زول بخاف له من ستمية راجل انت زول بيتخاف من الله براو عقيدتك في الله براو ربنا قال لك في القرآن ذلك بأن الله قال الله تبارك وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافون وخافون خاف من ربك وخلي عقيدتك في الله ودي الدعوة الناس البياب انتصروا ودي الدعوة المربطة تيسر بها في الدنيا وفي الآخرة ودي الدعوة البنهزم بها الأعداء ودي الدعوة الغايضة أعداء الإسلام والله الدعوة السلفية دي الآن شوف الحرب على منه شفت الإعلام ده كله غنط الجزيرة غنط ليك سجم الرماد F24 F26 خور طقت خور مبدأ بالردمية كلها شوف بتحارب منه بيحاربوا الدعوة السلفية ويقول لك ده الإسلام الوهابي والتطرف ما في حاجة يسمعه وهابية وبتسمع الأيام الجاية دي بتسمع لغب جديد بيقول لك ده المداخلة بيقول لك ده المداخلة ودي قبيلة قبيلة من قبل المملكة العربية السعودية في منها علماء ومنها الصالح ومنها الطالح لكن عشان شويه صورة الدين وعشان شويه صورة السلفية بيقول لك ده المداخلة ليه؟ لأنك تبتنقل حاديث النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة وعدم الخروج على الحاكم وغيره وغيره بيقول لك ده مدخلي وده الجامي وغيره دي كل ألغاب بتاع التنفير ما سلم منها الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول مش قاله كاهن مش قاله شاعر مش قاله مجنون مش قاله أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فكيف تسلم أنت ما تشتغل بزول وإيا زول واجه قدامك ناقشه لكن بتكلم وراء ده شغل بتاع نسوان وبتاع حريم